كيف تتخلص من المواقف المحرجة؟ إذا صادفك موقف محرج أثناء المحاضرة أو التدريب أو في الحياة، فكيف تواجهه؟ وكيف تتصرف؟ الإجابة عن هذا السؤال يمكن أن تكون بالانتباه إلى الأمور التالية. أولاً، تنبأ بالمواقف المحرجة وحاول الاستعداد لها مسبقاً. ثانياً، اعلم أن الإعداد الجيد للمادة العلمية والتمكن منها يقي مصارع السوء والمواقف المحرجة. ثالثاً، احرص على هدوء الأعصاب وعدم الإنفعال وتجنب الغضب. رابعاً، كن لبقاً واحرص على الابتسامة. خامساً، احذر الدخول في جدل سفستائي. سادساً، تصرف بسرعة، واحزم أمرك، وإياك والتردد. سابعاً، تجنب التبرير المسهب للموقف المحرج، واحرص على المرور بالموقف مروراً سريعاً، وذلك لألا تحرج نفسك كثيراً، وكذلك لكي لا تزيد من رسوخ هذا الموقف المحرج في أذهان المشاركين. ثامناً، اعتبر الوقوع في المواقف المحرجة شيئاً طبيعياً، بل ضرورة حتمية. وتذكر دائماً أن للمواقف المحرجة فوائد جمّة، من أهمها تنمية الفطنة والذكاء وسرعة البديهة، بالإضافة إلى توسيع المدارك وزيادة الخبرات والتجارب. تاسعاً، قم بتهوين الموقف المحرج وتحجيمه وتهميشه وعدم تضخيمه، وأظهر ذلك للمشاركين إما بقولك أو بفعلك. عاشراً، حول الموقف المحرج إلى نكتة أو طرفة. إحدى عشر، حول الموقف المحرج إلى حالة دراسية يمكن للمشاركين التباحث والتحاور بشأنها. إثنى عشر، حول الموقف المحرج إلى موعدة وتذكرة وتوجيه. ثلاثة عشر، إذا استطعت أن تقلب الموقف المحرج على مسببه ففعل. فمثلاً، إذا تعمد أحد المشاركين إحراجك بسؤال لا تعرف الإجابة عنه، فاطلب منه هو أن يجيب عنه، أو أن يبحث عن الإجابة ويذكرها للمشاركين في اليوم التالي. كذلك تستطيع ربط المواقف المحرجة بموضوعات مطروحة في المحاضرة أو البرنامج. فمثلاً، إذا كنت تحاضر في موضوع فن الإلقاء والعرض، وعندما دخلت القاعة وجدت أن البروجيكتر لا يعمل، فعندها يمكنك أن تربط هذا الموقف بالموضوع، وتبين المشاركين أهمية حضور المدرب قبل الموعد المحدد للتأكد من صلاحية الأجهزة. كذلك يمكنك أيضاً تجاهل الموقف المحرج في بعض الأحيان، وأدر خدك وسجلها نقطة، وتصنع أنك أعمى أو أصم، وتجنب الرد. أيضاً يمكنك عند الإحراج اقتراح بعض المصادر والمراجع التي يمكن الاستفادة منها، فإن استطعت أن تغير الموقف أو الموضوع المحرج بشكل طبيعي إلى موضوع آخر، ففعل ذلك. وأخيراً، اقرأ كثيراً ما أوردته المراجع والكتب عن فتنة وذكاء العلماء والعقلاء وكيفية تخلصهم من المواقف المحرجة. وتذكر، كنت شجاعاً، ولا تخجل أن تعترف بالخطأ أو النسيان أو عدم العلم. ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر